هذا اليوم الاول بعد اجراء التقشير البارد على الوجه بس راح نشوف انه طبعا فيه حمرار ممكن يصير عن بعض الناس مثل الوزمة بالوجه يعني تورم اضافة الى ذلك ممكن تحسوا ببعض الحكة ومن هون ينصح دايما تحطوا كريم مرتب وحطوا كريم واقي شمسي وابدوا كمان فيه ناس بتقول انه ما تستخدموا الكريم التوحيدة اللون الا بعد ثاني يوم او ثالث يوم ليبدل الجلد يقشر لا يفضل تبدو فيه قبل لانه انت عم تصبت الخلايا الميلانية من وتمنعها من افراز الميلانين لانه ممكن يصير بعد التصبغ ما يسمى post inflammatory hyperpigmentation بعد التأشير يعني تصبغ تالي للاتهاب لهيك نحنا نعمل وقاية باستخدام الكريمات قبل اللي بيقول استخدمها من اليوم الثاني والثالث ويبدأ باستخدام المرتب بس نو اشتركوا في القناة